اشتركوا في القناة وعند الله ليس هناك أي مشكل في مسألة الباسائغ الباسائغ كان هو الآلية الإجبارية من أجل الولوج إلى الطراب الوطني جد تخفيف من بعض القرار لفتح الحدود البحرية والبرية الآن كل ما في الأمر هو أنه تم تحييل البروتوكول الصحي مع البروتوكول الصحي المطبق على مستوى الموانئ وعلى مستوى الحدود البرية بمعنى أنه الآن يكفي المواطن اللي عنده الجواز الصحي من أنه يولج الطراب الوطني بكل سهولة وفي البروتوكول الصحي دي الوزارة الصحة تم توضيح هذه المواطنين بشكل دقيق جدا بمعنى ما نعنيه بالجرعة الثانية وما نعنيه بالجرعة الأولى حتى بعض اللقاحات التي تعتبر علميا بأنها تقوم مقام الجرعة الأولى والثانية تم توضيح هذه الأمور وبالنسبة للأطفال الأقل من 12 سنة فهم معفونا من هذه المسألة الفرق هو أنه كان الناس اللي ما عندهمش الباسفاكسينال ما عندهمش الباسفاكسينال هادو كان الإمكانيات لأنه يستعملوا الباسائغ ويولجوا الطراب الوطني فقط ولكن رأى في بلادنا رأى كان ملايين اللي يدخلوه ويخرجوه وما غاديش يكون عندهم الإجبارية باش أنهم يجبوا الباسائغ يكفي فقط أنهم يقدبوا الباسفاكسينال وانتهى الموضوع قبل ما تخرجو ما تنسوش تقابونا ومعنا فلاشين يوتيوب وبرجاجة والمحتوى في مواقع التواصل اجتماعي وما تنسوش دير الجام